موسيقى أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام كما سبق وأعلنت تراثنا حاضر بقوة من خلال أشهر بواباته قصبة الجزائر العاصمة ماذا بقي من القصبة ومدى نجاعة مشاريع الترميم وكذلك أين يكمن دور القاطنين بالقصبة اليوم في المحافظة على هذا الموروث التاريخي والحضاري المهم كل هذه النقاط الهامة أسعد بمناقشتها مع السيد مدير الثقافة بالجزائر العاصمة مختار خالدي شكرا جزيلا سيدي على قبول دعوة البرنامج شكرا سيد خالدي أود أن نبدأ من حيث انتهيتم خلال الندوة الدولية التي نظمت بالعاصمة الجزائر على مدار ثلاثة أيام حول القصبة وإعادة ترمينها بإشراف لونسكو النتائج التي تمخضت عنها ستكون ربما ثانوية أمام الاقتراحات التي تفضلتم بها بعد اللقاء الذي جمعكم مع السيد والي الجزائر العاصمة عالم ما اتفقتم سيدي شكرا في البداية أشكر هذا الفضاء الذي أتح للفرصة للحديث القصبة وهو مشروع العصر لأن القصبة هي تراث ثقافي بامتياز لكنها تراث عالمي وكل أنظار موجهة القصبة منذ سنوات وهذه الندوة الدولية لخبراء اليونسكو أتت ببعض التجارب لتقديمها لنا نحن ولخبراء الجزائر عن تجارب بعض المدن العتيقة كمثلا تجربة هافانا وبرسلونا وإسطنبول بتوركيا تجربة المدينة العتيقة وقصبة تونس وهذه التجارب أعطتنا أفكار جديدة في الحقيقة ولكن الكثير من المعلومات نتحكم فيها والكثير من المعطيات هي بحوزتنا الآن تستنو أن مشروع ترميم قصبة العاصمة يمر عليه أكثر من ثلاثين سنين أيضا كل المعطيات موجودة لا قضية مشروع ترميم القصبة بدأ منذ 2007 عندما بدأت مديرية الثقافة بالأشغال الاستعجالية ثم ديوان وطني المتلكة الثقافية تم عملية الأشغال الاستعجالية الأسغال الاستعجالية عملية مهمة جدا لأنها حافظت على الممتلكات الخاصة والممتلكات العمومية وأبقت عليها ريثما نبدأ في الترميم والترميم انطلق وقلعة الجزائر اليوم يحب يرحزون ويقدر يشوف أن هناك مشاريع ترميم داخل قلعة الجزائر المشاريع كلها في مرحلة متقدمة سواء مسجد الدايا أو مسجد البراني أو دار البارود أو حتى في القصبة السفلة قصر حسن باشا بعدما انتهى ترميم مسجد كتشاوة بتعاون الشريك التركي وهو مشكور واليوم ستشوفوا في ساحة شهداء كيف بدأت ولاية الجزائر تعيد الاعتبار لساحة شهداء وكل بنايات الفطرة الاستعمارية في القصبة السفلة والآن بدأت تظهر استراتيجية جديدة هي قلب الموازين في القصبة إذن نعود لمقترحات الشروع إذن في عمليات اقتصادية عمليات تجارية لضخ الحياة وبعث الحياة من جديد داخل القصبة إنشاء مقاهي استحداث فضاءات تجارية للصناعات التقليدية لتطوير السياحة داخل القصبة الإسراع في إتمام أشغال ترميم قلعة الجزائر كما ذكرت ثم المسارات السياحية التي تأتي من القصبة العليا حتى القصبة السفلة لإحداث ديناميكية اقتصادية سياحية اجتماعية قد تدير أرباح داخل المدينة وقد تدرج المجهودات الفردية داخل الممتلكات الخاصة في متابعة هذا الدفع أو هذه الوتيرة في ترميم القصب هل يعني هذا سيد الخلدي أنكم غيرتم المسار من التعامل مع القصبة قصبة الجزائر كمحمية ويجب التعامل مع كل ما هو ترسانة قانونية وكل ما هو مشاريع ترميم معالجتها على حدن واليوم قررتم إدماجها في مخطط المدينة هو مخطط المدينة بالطبع هل يأخذ القصبة كحي من أحياء المدينة الجزائر والآن أدرجت القصبة في إطار التنمية الشاملة داخل إقليم ولاية الجزائر وهي أصبحت وهي حي من أحياء الجزائر انظروا إلى ما هو نقوم به الآن عن طريق ولاية الجزائر من إعادة الاعتبار للمنطقة السفلة للقصبة كما ذكرت حول سحة شهداء بعدما يفتح تفتح محطة الميترو عن قريب إن شاء الله ثم كل أعمال إعادة الاعتبار لهذه البنايات كما ذكرت وكل ما نقوم به على مستوى القصبة السفلة العليا عفوا في إعادة الاعتبار وترميم قلعة الجزائر ثم سنقوم بإعطاء الأولوية لهذه المسارات السياحية لأن السياحة في الحق هي التي تعطي الروح وهي التي تعطي كذلك ديناميكية اقتصادية وخلق مناصب شغل وتحريك المدينة وإعطائها حياة حتى في الليل ستكون عمليات تدعم النشاط الليل داخل قصبة الجزائر هذه الديناميكية الجديدة وهذا التصور الجديد أخذنا أو شرعنا في تجسيده كمخطط مخطط قدمناها بالأمس فقط لسيد والولايات الجزائر الذي شرفني وكلفني بتنسق كل هذه العملية وعلى الأقل التفكير حول كل هذه العملية تخلق قصبة مع كل الشركة وما الفكرة الجديدة بعدما التقينا بخبراء اليونسكو هي أن هذه المدن العتيقة إن لم نضخ فيها الحياة من خلال عملية اقتصادية وتجارية بسرعة لا يمكن أن نهوض بها فينبغي أن نعطي البعد الاقتصادي داخل مدينة العتيقة سيد خلدي إعطاء البعد الاقتصادي يتطلب عمليات استصلاح عمليات صيانة كذلك وعملية إشراك القاطن بالقصبة اليوم وسنأتي إليه بعد قليل أود أن نتوقف أولا عند كل ما هو مطلوب لتحقيق هذه الديناميكية الاقتصادية وتمكين المستثمرين من العمل بأرياحية في قصبة الجزائر واستقبال السائح في ظروف لائق نعم هو القطاع الخاص مهم جدا لأن هذه الديناميكية لا يمكن أن نحققها وحدنا نحن فقط في هذا الإقليم إنما القطاع الخاص والمستثمرين الخواص قادرين يقلب المعادلة أيضا داخل هذه المدينة العتيقة فالتجارب اللي شفناها أن الخواص غيروا المفاهيم داخل بعض المدن العتيقة في بعض التجارب اللي قدموهن هؤلاء الخبراء وعندما ننجز بعض المشاريع داخل المدينة العتيقة نخلق يعني منصب شغل ونحرك الحياة ونعطي كذلك لسائح فرصة لزيارة هذه المدينة باستمرار والذهاب إلى مطعم أو إلى مقهى أو اقتناء بعض الحاجيات أو بعض الأغراض بخصوص الصناعات التقليدية فهذه العملية الجديدة أو الديناميكية الجديدة هي التي تحفز حتى الساكنة للأخذ يعني على عاتقهم أحيانا ترميم الديار أو إنجاز بعض المشاريع الصغيرة أو حتى بيع ممتلكتهم للخواص لإنجاز مشاريع فاعلة مشاريع اقتصادية مربحة داخل المدينة العتيقة خاصة أن سيد خالدي الملاحظ في العديد من المدن العتيقة عبر العالم أن ساكنة هؤلاء الأحياء يولون عناية فائقة للمظهر الخارجي أولا لبيوتهم وكذلك ذلك التحول المستمر لنشاطهم الاقتصادي نشاطهم التجاري مع مستجدات المودة ربما مع مستجدات ما يتطلبه أي سائح في أي بقعة من العالم سيدي عندنا الأمور تتم بوتيرة يعني ضعيفة جدا حتى لا نقول من عدمة دور المواطن هنا المواطن القاتن بقصبة الجزائر أين دوره من كل هذا لا مهم جدا دور المواطن ودور الجمعيات الفاعلة كذلك في القصبة نعم ودور التنسيق والتحسيس هذا يدخل في ما أنشأه السيد والي ولاية الجزائر هذه اللجنة الولائية كذلك التي تقوم بتنشيط العمل والإرشاد كذلك ومتبعة المشاريع داخل القصبة وكل مديرية ممثلة داخل هذا اللجنة الولائية وفيها كذلك الجمعيات الفاعلة داخل القصبة لتحسيس كذلك المواطنين بأهمية تنظيف بأهمية احترام كذلك هذا القطاع المحفوظ لأنه ممتلك ثقافي عالمي فعلا بالعودة إلى مخطط الترميم سيد مختار خالدي طبعا أنه يراعي المقاييس والمعايير الفنية في الترميم واحترام كل مكان أصلي وكل ما أفرزته اليونسكو لحماية المعالم المصنفة لحماية التراث العالمي مقاربة التي ستعتمدها الجزائر لتنفيذ ذلك ما هي؟ هي دراسة المخطط دائم لحفظ الاستصلاع القطاع المحفوظ انتهت وعندها كل مواصفة دولية لإحترام هذا الممتلك الثقافي وخصوصيته الجمالية وخصوصيتها التراثية وكذلك حتى العمليات التي تقام داخل المدينة في إطار مثلا الممتلكات الوقف في المساجد وفي الحمامات وكيفية تزيين الواجهات الخارجية للممتلكات الخاصة وهذه المسارات السياحية التي نحن نركز عليها كثيرا لأن السائح يعني الآن لو واحد يروح يزور القصبة يشوف عشرات أو مئات سياح يجولون ويصولون في القصبة ويأتون إلى قلعة الجزائر ويريدون اكتشاف القصبة وتاريخ القصبة لأن القصبة هي كذلك ذاكرة والتاريخ ولأنها كذلك مرحمة الجزائر قامت في القصبة كل القرارات يعني الهامة في ثورة تحرير المظفرة انطلقت من القصبة القصبة معاركة الجزائر وأن كل هذه الخبراء مثلا زرنا بهم القصبة الخبراء الجزائريين أجانب سيدك؟ خبراء الأجانب ديناهم إلى القصبة وقمنا بزيارة بعض الأماكن تاريخية يعني وقعدوا من باهرين يقولوا أنهم كانوا يسمعوا مثلا بتاريخ الجزائر بعظمة الجزائر بالقصبة الجزائر بكل هذه المعطيات التاريخية التي تجعل من جزائر أسطورة في الحقيقة نحن نريد أن نجسدها في القصبة وقصبة الجزائر هي قيمة اقتصادية بامتياز وقد تدير أرباح كثيرة للخزينة العمومية إن قمنا بسرعة بإنجاز هذه المشاريع الصغيرة التي تكبر والتي تأتي بأكلها بسرعة ثم نمر إلى المشاكل الأخرى المطروحة الآن لدى الساكنة نحن نعرف أن مشاكل الساكنة لا تزال مطروحة داخل القصبة هل هناك تعاون سيدي؟ هناك تعاون وهناك الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة هذه المؤسسة العمومية التي أنشئت خصيصا لمتابعة كل هذه المجالات مجالات الملكية الإعانة التي تقدمها الدولة في مرحلة ما لهؤلاء الخواص لإعادة الاعتبار وترميم الديار كل هذه الأمور أخذت بعين الاعتبار وهي تدرس وعمل جبار نقوم به يوميا على مستوى القصبة في كل أبعادها هناك واحد الخابير حضر معنا في اليونيسكو بعدما أنحضر الأيام التحضيرية لأننا حضرنا في جولة أولى هذه الندواء الدولية على مستوى وزارة الثقافة وطالبنا من بعض الخبراء حضور هذه الأيام دراسية الأولى ثم ذهبنا إلى الندوة الدولية لخبراء اليونيسكو بعدما نظر أو طالع على كل الترسانة القانونية قال بهذه العبارة أن الجزائر لديها ترسانة قوية بخصوص ترميم القصبة والحفاظ على القصبة ولا ينبغي إطلاقا أن نذهب إلى استحداث قوانين أخرى أو مواد قانونية أخرى تحمي القصبة أو تحمي الساكنة داخل القصبة أو تقدم الدعم لسكان القصبة فكل هذه الأمور مدرسة في القوانين التي أنشأتها الدولة الجزائرية ورغم هذا سيد خلدي فيه بعض العراقل التي تواجه عمليات الترميم ما طبيعة هذه العراقل التي تواجه العمل الميداني العمل الميداني مطرح الآن في مشكلة الملكية داخل القصبة فالمالكين داخل القصبة ملكيتهم أحيانا معقدة فهي أحيانا داخل الشيوع وأحيانا الملكية ممكن المالك غادر الملكية وجاء شخص آخر يسكن في هذا المكان بعد عشر عشرين أو خمستاشر سنة أصبحت المشكلة معقدة وتتعقدت وتتعقد هي باستمرار لكن هناك حلول داخل ترسان القانوني هذه التي وضعتها الدولة هناك المساعدات التي تذهب مباشرة إلى هؤلاء الساكنة إذا ما تقرر يوم ما تركيب أو عمل تركيبي في عملية مشتركة بين الدولة والخواص لترميم هذه الممتلكات أو الدولة قد تأخذ على عاتقها مثلا ترميم بعض الواجهات التي نجد بها جماليات وخصوصيات التراث الثقافي من أجلها صنفت هذه القصبة ممتلك ثقافي عالمي فهذه القاوين كلها موجودة وسنصل إلى هذه المراحل في القريبة العاجلة إن شاء الله لكن العاجلة الآن هو البدء أو الشروع في بعض العمليات التي قد تعطي روح جديدة للقصبة وقد تعطي نفس جديد للحياة داخل القصبة وسيد والولايات الجزائر في الاجتماع الذي ترأسه الأمس وخصنا أربع ساعات لمناقشة هذه المقترحات كلها بكل تدقيق ومشاركة كل قطاعات وكل ولاة المنتدبون وكل مديريات التي تنشط في الولايات الجزائر وصلنا إلى النتيجة أننا لا بد أن نشرع الآن في استحداث بعض النشاطات الاقتصادية المربحة بعض النشاطات التي تعطي الحياة ولا بد أن نعيد الحياة ليلة نهارا للقصبة ولا بد أن نأخذ على عاتق هؤلاء السياح الذين يتوافدون باستمرار إلى القصبة لا بد كذلك أن نعطي البعد الاقتصادي والسياحي لهذه المدينة هل كذلك تم أخذ بعين الاعتبار المعطاية الخارجية للقصبة قصبة الآن في مدينة الجزائر العاصمة هل المعطيات هذه المحيطة بالقصبة أخذت بعين الاعتبار نحن درسنا كل هذه المجالات امتدادات القصبة اندماجها في المدينة تأثير المدينة على القصبة تأثر القصبة بالمدينة نحن نفهم كل هذه المجالات وندرسها لا لا فهمت السؤال وعندنا مختصين في علم الاجتماع وعندنا أثريين وعندنا علماء وأجلاء في التاريخ ونشاركهم ويشاركوننا داخل هذه اللجنة التي أنشهها سيد والولاية الجزائر وليعطاء مثال فقط في الدراسة هذه الضخمة التي نسميها بدراسة المخططة الدائمة للقطاع المحفوظ هي دراسة ضخمة طرع الجوانب الاجتماعية والجوانب السوسيولوجية الجوانب الاقتصادية داخل المدينة المياه مشاكل الكهرباء مشاكل الطرق كل مشاكل تدرس داخل هذه اللجنة التي وسعها أمس سيد والولاية الجزائر لأن تصهر على مجالات أخرى وكلفت كذلك بأن أنسق مع بعض القطاعات لإقتراح بعض المجالات الجديدة التي قد نبدأ مباشرة منها إعادة تحريك هذه القصبة قدرت أفاق سيد حددت أفاق لتحقيق هذا هناك أفاق وسنشرع في تحقيقها إن شاء الله وفي هذه الدراسة التي كنت ذكرتها شارك كل هؤلاء الجمعيات المؤرخين بعض الأشخاص يعني السكان ساكن يعرفون هذه الدراسة ويعرفون كيف يمكن للدولة أن تتدخل هذه القصبة والعلاقات البينية بين القطاعات المعقدة أحياناً ولكن كلها تكون مركزة تحت إشرف سيد والولاية الجزائر وتوجيهات سيد وزير ثقافة كانت مفيدة جداً خلال هذه الندوة الدولية وصهر الدولة صهر الحكومة يعني سيد الوزير الأول شخصياً يتابع هذا الملف وفخمت الرئيس الجمهورية يعطي توجيهات من حين إلى آخر للموضي قدماً في أخذ الترث ثقافي بعين الاعتبار وخاصة القصبة فلابد للساكنة ولابد للمهتمين بالقصبة يدركوا تمام الإدراك أن الدولة لم تبخل إطلاقاً ونعطي مثلاً أن الدولة ضخت أموال لترميم القصبة والمشاريع موجودة والإنسانة والساكنة وحتى أي واحد مهتم بهذا الموضوع يروح يشوف فالأموال التي خصصت للقصبة مثلاً لم يجمد منها سنتيماً في حين أن الدولة في هذه الفطرة التي نعيشها اقتصادياً قد تجمد أو تؤخر بعض العمليات إلى وقت ما إلا عملية ترميم القصبة لم يمس سنتيماً واحداً في الأموال المخصصة لهذه العملية نعم في سؤال أخير لو سمحت سيد خالدي متى يمكنني أو يمكن لابني أو للأجيال ربما القريبة جداً أن تختار القصبة وجهة سياحية عالمية والله هي الآن وجهة سياحية عالمية دليل واشنه هو تعالي سيدتي سوري قلعة الجزائر ثم خوضي ودخولي داخل القصبة ونزلي إلى القصبة السفلاء شوفي عدد السياح الأجالب من ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة جماعات جماعات وأفراد يعني أحياناً أنا المكتب تاعي في القصبة فأعيش في القصبة يومياً وألتقي بهؤلاء وأحياناً كان صداقات بيني وبينها الزوار المحبين والعاشقين للقصبة صدقيني مئات سياح يزورون يومياً القصبة فهل عندما نزور مكان يعني مئات السياح يزورون مكان هل هي عالمية هل هي قابلة للسياحة أم لا أنا أقول نعم لكن لا بد أن ندعم هذه السياحة بمجالات اقتصادية بتوفير الظروف الملائمة للسائح لي كذلك در الأرباح للخواص الناس يجب أن تخدم في التجارة في المطاعم كما ذكرت في المقاهي في بيع المواد للصناعات التقليدية في حركية اقتصادية فاعلة نعم داخل هذه القصبة فالآن لا بد كذلك المواطنين أتوجه إليهم لسكان القصبة الكثير الكثير منهم يعرفونني أتوجه إليهم أن يعتبروا هم يدركون أن القصبة قطاع محفوظ ومسجلة وراث عالمي لابد أن نتعاون جميعا من أجل رد الاعتبار لهذه القصبة من أجل تنظيف القصبة من أجل إعادة الرونق الجمالي للقصبة من أجل إعادة روائح القصبة من أجل الاهتمام بما حبان الله بهذه القصبة التي تدر ممكن الملايير الخزين العمومية إن أسرعنا في ترميمها وإن كثفت الجهود لبلوغ هذا الهدف إن شاء الله أشكرك مختار خلدي مدير الثقافة بالعاصمة الجزائر ونتمنى زيارتك في القصبة إن شاء الله مرحبا شكرا سيد خلدي شكرا ابقوا معنا مشاهدين الكرام مزيدا من الأخبار التي تعنى بالثقافة والترث مع ماريا شبيرة بعد الفاصل شكرا